بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم أنا راح أتكلم عن موضوع مهم اللي هو الفيتامين بي 12 وايد نسمع عنه وايد أساسي لجسمنا الجسم ما يقدر يصنعه فلازم ناخده من الأكل المصدر الأساسي حق البي 12 اللي هو اللحوم والدواجن والسمك يكون اللحوم يعني حيوانات هي أساس حق البي 12 طبعا ليش بيتكلم عن البي 12 ولشنه أهميته البي 12 أساسي حق الديين اي سنتزز إنه تكوين جينات الجسم والتركيز عندنا كله محتاجة الديين اي وأي عمليات تصير في الجسم من هضم من أي شي لها علاقة بالديين اي وهذا أساسي البي 12 ويها شغلة ثانية والمهمة حق البي 12 إنه هو أساسي حق الأعصاب فلي عندهم مشاكل في الأعصاب عندهم مشاكل في التركيز عندهم آلام في الأعصاب هذا كله يأثر إذا كان عندك نقص بالبي 12 شغلة مهمة البي 12 أساسي حق العضل وهذا مهم ولاحظوا ليش كنت لكم أهميات البي 12 الناس تنسى إنه يحطونه بالهم إن النباتيين هم الصحيين وما يدرون إن البي 12 مو متواجد بالنباتيين فيضطرون إنه ياخذون سبلمنتز ياخذون حبوب بي 12 وآن أخصائي التغذية دائما ضد الحبوب إذا جسمك يعني الحبوب كثرتها التعب الكلاه لأنه قاعد تاخد دوس عالي ما قاعد تاخذها بطريقة الأكل إنه يكون معها بروتين معها أكل إنه جسمك يمتصب بطريقة سريمة ولكن لما تاخذها بسبلمنت تاخذها بحبوب كاعد تاخذ نسبة عالية من البي 12 رح يأثر معانا بجسم فديروا بالكم من هذا الشيء هذا ودائما تابعوا أخصائي تغذية سووا تحليل دم تابعوا البي 12 طبعا فيه ناس يصنعون عندهم نقص بالبي 12 اللي عندهم نوع من أنواع الأنيمية يكون له مشكلة بالبي 12 اللي عندهم مشاكل في المعدة مشاكل في الحموضة عندهم مشاكل إنه ياخذون أدوية الحموضة وهي السوالب دائما عندهم مشاكل إن البي 12 يكون نازل وياهم اللي عندهم مشاكل في المناعة مثل اللوبس إن هذا شيء هم يأثرنا عندهم نقص بالB12 ولازم إحنا نتابع هذا الشيء حتى الناس اللي عندهم مشاكل في الأمعاء منها السيرياك منها الكرونز عندهم هم دائما نقص بالB12 فدائما نحاول لكم تتابعون الB12 كثر ما تقدرون الناس اللي أعمارهم كبيرة فوق الخمسين سنة دائما عندنا الأحماض اللي بمعدة تقل فالمادة اللي تساعها على امتصاص الB12 اللي تنفرز بالمعدة راح تقل فدائما الناس اللي يكبار بالعمر اللي حاتي البيتولف كثر ما نقدر شغلة ثانية بعد والمهمة حق الناس اللي مسوين تكميم حاطين حلقة حاطين بالون الكبسولة هذا دائما يأثر عيني على امتصاص البيتولف فرديروا بالكم يا جماعة حق الناس اللي مسوين عمليات يراقبون البيتولف دائما أنصحهم إذا أنت عندك مشكلة في المعدة أو اللحمة أنكم تأخذون الإبرة البيتولف مو تأخذون الحبوب إنه الشيء هم يمكن جسمك ما يمتصر مو كثر لما أنت تأخذها بالإبرة تضمن أنك انت خبت نسبة البيتولف بطريقة سليمة حق النباتيين والفيغان حاطين بالكم منكم صحيين نقص البيتولف هذا يأثر معانا بالتركيز يا جماعة صح أنتم قاعدت تأخذون خضرة أكثر وممكن قاعدت تأخذون مضادات أكسدة أكثر ولكن ما خبتوا شيئين الأساسيين للجسم اللي هو البروتين الحيواني اللي فيه نسبة عالية من الحديد ونسبة عالية من البيتولف يساعدكم على النمو ويساعد الجسم على المناعة وتقوية المناعة ولكن انتصرت نباتي 100% أو فيغان اللي فيغان بعد مرة واحدة اللي ما يقنوا حتى منتجات الحيوانات منها حليب منها بيض يبتعدون عنها مرة واحدة وفيه ناس يكونوا النباتيين بيساعدون سمتش فهم هذا؟ أوكي أنا راضي فيه بس حطوا بالكم من السمتش فيه نسبة عالية من الزئبق فكثرتها مزينة مرة مرتين في الأسبوع بر كثير مو أكثر عشان حلما ما نأثر معانا بالزئبق وهم السمتش مصدر عالي حق الفاسفرس والفاسفرس هم يتععب الكلة في ديروا بالكم من الشغلة هذي فهم دائما فضل مرة إلى مرتين بالأسبوع مو أكثر أساس أن الجسم ما يتحم البيتولف مصادر الحيوانات الدياي اللحم السمتش إذا أنت عندك نقص حاد ببيتولف وتبي ترفعه وما تبي تأخذ الإبرة الشابدة نسبة عالية فيها بريتولف بس حطوا باركم أن الشابدة ترفع البيتامين A مو بيتكاروتين بيتامين A فهل الشي هذا يسبب التسمم حق الناس اللي يأخذون حبوب حق البشرة هذا يأثروا إلينا وشغلة الأساسي إنه هو يرفع الدهون الثلاثية ويرفع الكلسترول فإذا أنت تبي ترفع البيتولف تأكد من الكلسترول عندك إن الكلسترول ما يكون عالي أو على الحفة لأن الشابدة ترفعها طريقة سريعة وقوية فالشابدة مرة بالأسبوع خمس حبات تكون كافية نحن نقوي البيتولف وتدخلون الدياي والدخلون السمتش وتدخلون اللحم إذا ما تقدرون أساس أنكم ترفعون البيتولف وتحافنون عليه البيتولف أساسي يا جماعة ما أفضن لكم تأخذونه بحبوب إلى الناس المحتاجة وأنصحكم تتابعون أخصائي تغذية يعرف النسبة اللي تناسبك وشوفكم إن شاء الله بالفقرة القادمة جعلنا لكم وراح نتكلم عن عضو أساسي في الجسم اللي هو الكلة والأكل المناسب للكلة طبعاً أنا رح أبلش كلامي وتكلم عن الكلة حق الناس الصحيين اللي ما عندهم مشاكل في الكلة بالأصل ولكن تيهم باتهابات في البولت كرومون عندهم مشاكل نتيهم حصوات هذه بس رح أتكلم فيها بعيداً رح أتكلم عن الناس اللي عندهم مشاكل في الكلة طبعاً الصحيين دائماً نحط ببالنا إذا عندك فيك سكر دير بالك على الكلة إذا أنت فيك ضغط دير بالك على الكلة هذه أول نقطتين النقطة الثانية والمهمة حق الكلة أن تحط ببالك في أكل مغادل الكلة المان؟ البروتين كثرة يتعبها لأن المنتجات هضم البروتين رح يروح حق الكلة والأكلة رح يتعبها معنا فكثرة بروتين مو زين يا جماعة الناس اللي رياضيين يروحون يأخذون بروتين شيك ويأخذون كمية كميرة من البروتين وحاطين بالهم أن إذا ما تشترا حق الكلة الكلة قاعد تتعب يا جماعة فدائما حق الناس الرياضيين تابع خصائي تغذية يعطيكم كمية مناسبة للبروتين الأساسية حق جسمك اللي تساعدها ولكن كثرتها ترى مو زينة ديروا بالكم من هالنقطة هذه الشغلة الثانية والمهمة لما تتفكر بالكلة تفكر بأشياء اللي نظفها أول واحد ودائما ما استعرفها اللي هو الكرامباري الكرامباري اللي هو توتل باري توتل باري معروف أنه يقتل البكتيريا اللي تنمو في لوعية الدموية اللي موجودة في المثانا وتكرمون في البول فهذا الشيء وايد يساعدنا إن احنا نقتل البكتيريا هذي فنشرب التوتل باري أو ناكل توت باري أنا ما أنصح بحبوب اللي أنا من الناس اللي ما أيد الحبوب كثير ما أقدر فأنتو دع تأخذون توت باري كرامباري جوس وسيقول يلازم يكون عصير ما يكون شراب ولا يكون نكتار تكتبون العلبة عصير وليس نكتار وليس شراب لأن نكتار وشراب عبارة عن نكهة حاطينها ولكن العصير ننظم إنه يكون فيه التوتل باري وتكون فيه نسبة زينة يساعدني إن نحنا ننظف الكلا معنا والمثانا ونخفف من نمو هالبكتيريا هابليتر والكلا تكوين الحصوات شنو أسباب تكوين الحصوات في الكلة كثرة الكالتيوم كثرة البروتينات قلة شرب الماء كثرة الأملاح من هالصوديوم من هالفاسفرس من هالبوتاسيوم هذين دائما نفكر فيهم حق أي شخص عندهم مشاكل في الكلة فيا جماعة شرب الماء أساسي 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 ودائما عشان تعرفون إن انتم ماشين صح تكرمون تشوفون لون البول إذا البول تكرمون شفاف فهذا الليل لكم أنتو ما كوا يعني سموم ولا كوا ترسبات تكون في الكلة فدائما نحط ببالكم تشربوا الماء الليل لين تشوفون تكرمون البول يكون شفاف لأننا نظيف الكلا عندنا نظيفة ولكن يا جماعة كثرة الكالتيوم يعني أنا حباب سلامة بسنة يوم طقيت عمري ثلاثين سنة قررت أني أخذ حبوب كالتيوم عشان أقوي العظام لأنه معروف أن المرة عقب الثلاثين العظام ومخزون الكالتيوم مدرشينه فبلشت أخذ حبوب مع أنه كان الكالتيوم عندي زين يعتني حصوة في الكلاب سبت الحبوب الكالتيوم اللي أنا أخذيته فالشي دائما يا جماعة إن زاد عن حدة ينقلب ضده فأنت دائما راقب نفسك أي مولتي بايتم نستخدها حط ببالك أن الأكسرا من الفيتامينات والمعادل راح ينتقل إلى الكلا وهذا الشي راح يتعبها وأشياء اللي تسبب دائما للحصوات اللي هو يكون الكالتيوم فيديروا بالكم من النبطة يا جماعة الشغلة الثانية حق الكلا وأساسية والناس دائما تنساها الأملح الصوديوم البوتاسيوم والفاسفرس هذه الأشياء الثلاثة اللي دائما نحن نركز عليها حق الشخص اللي عنده مشاكل في الكلا حتى الناس اللي سنغسل الكلا أو عندهم ستيج ون أو ستيج تو من الكلا الركز على الأشياء والركز على البروتين الأكل اللي متواجد فيه الأملح بكثرة المواد المصنعة الدرسينجز الشي المعلّب هذه الأشياء دائما إحنا ما نفضل أن الشخص اللي عنده مشاكل في كلا يأخذها لان فيها مواد حاطة يمناح فيها دايلما انتبخرون عنها السمج جم복 أعالي حق الفاسفرس حق الناس اللي عندهم مشاكل في الكلا دائما أعايد أنهم يقللون من نسبة الفاسفرس اللي هي تكون موجودة في الأكل كلها اكل كتير reform наш لنتركز عليه إكون السميج مرّة بالأسبوع إكون مثلاً أقل أنواع السمج اللي يكون فيها الفاسفرس اللي هو السي باس الشغلة الثانية والمهمة اللي هو البوتاسيوم البوتاسيوم اللي تعدهم مشاكل في الكلا البوتاسيوم زين ينظف يعدل معي نسبة السوديو اللي موجودة في الجسم ويعدل معي ضغط الدم ولكن إذا أنت شخص تعاني عندك مشاكل في الكلة فلا يجزم راقم نسبة البوتاسيوم اللي أنت قاعد تاخدها ما تتعب جسمك ولا تأثر معنا السوديوم كنا ندري أنه هو مظهر حق الناس اللي ما عندهم مشاكل في الكلة ولا اللي ما عندهم الصحيين فدروا بالكم ودائما راح أطول مملحها على الطاولة شاس أن الجسم ما يتعب شوفكم إن شاء الله بحلقات القادمة اشتركوا في القناة